الفطور والملل في العلاقات الزوجية هل بات ظاهرة ومرضا يهدد بعض البيوت يا ترى ما أسباب العزوف والجفاء مع شريك الحياة ويا ترى ما هو العلاج للملل والفطور العاطفي الذي أصاب بعض البيوت ما العلاج لهذه الظاهرة الخطيرة حتى تستمر الحياة هذا العصير وصل أقول عبدالله نعم عبدالله أبيك العصر وتروح معي الخياطة يا باتي والله من فاضي عشرين وديها قاعدة لا تطلبين مني شيء ولما تشوفيني قاعدة أشتغل على اللابتهم سني يعني أنا منو يوديني يا عبدالله منو عندك الدراء والخال لي وصلت وليش تطلبين مني شيء مرات ريايا إن شاء الله ويقومت بإثماني شيء مرات رائعة مرات رائعة نعم يا عبدالله منبيل ويقومت بإثماني شيء مرات رائعة مرات رائعة يقومت بإثماني شيء عقfolg أنا ضيجة عليين لا 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 يجوز الحلو يطلق بره وخليه تبروحتي هنا ريلي على ريلت ما يجوز تطلعين بره غارعليت واي واي يلا زينت فقط توقع يلا جدانك جدانك عبدالله خير وشو عندتك والدك مسوي مشاكل في المدرسة يعني باشر الصبح لازم أسير وهي ورقة للستدعاء وانت كل ما رح تلمدرسة سويت لنا مشاكل ما بنخلص من بلاويك طيب شوف طيب وانت أنا راسي يعورني في رقاد لا تعوريني راسي ولا تيسل صارخين راسي في رقاد يعني أبا أرقد ولا تصارخين ولا تعوريني راسي تبي تسيري المدرسة روحوا يا تريول أنا مفافي أحل تريول أبو ولا أنت أبو كلامي وصلت شو تعدات تبين فاهمت بالعربي ولا تبين فاهمت بطريقة ثانية لا أنا أقول لك شكات تفاهمني دوك الملل والفتوريوم يتسلل لحياتنا الزوجية المشاكل تستوي على أهون سبب وصير الواحد فينا يتريه الثاني على غلطة هو أهون سبب ممكن يشعل النار والخلاف الخلاف اللي أصبح روتين قاتل يذبح بسكين الجفة والأهمال اللي ظهر بعد أشرة عمر يمكن يمكن السبب ضغوط الحياة ويمكن أسباب خارج عن إرادتنا أمي هامي يقول أمي أبطلع وانت بسي أبسي عند رابعي ما شي طلعه يوم بيبوك تستأذر منه وتطلع أبويا وين أبويا أبويا أصلا لو كان في البيت ولا محك كله واحد أهلاً ومسهلاً بيكم مع حلقة من الحلقات اللي تعودنا عليها هنتكلم عن مشكلة من المشاكل العميقة اللي بتهدد بعض بيوتنا ونبحث لها عن علاج شفنا الدراما من شوية بتبين قد إيه إن الفطور والملل ممكن يقتل حياة زوجية تسمع كتير في البيوت النهاردة يقول لك اللبس نفس اللبس والشكل هو الشكل والنهاردة زي مبارح ومبارح زي بكرة أنا زهقت أنا عايز أطلع أنا تعبت أنا مليت كلمات إن كانت بتدل على شيء فبتدل على وجود مشكلة حقيقية في بعض البيوت بل في أغلب البيوت بيبقوا مخطوبين في بداية الخطوبة الدنيا سمن على العسل زي ما بيقولوا والشوكولاتات والورود والكلام الناعم سبحان الله ومش قادر يفريقها على التليفون بالتلات أربع ساعات أمال إيه اللي بيحصل بعد الزواج بأسبوعه وبشهر أحيانا إيه حالة الزهق والملل العام مين السبب فيها إيه اللي وصلنا بعد ما تجوزنا وبقنا ببيت واحد إلى إن صديقي يصبح بالنسبة لي هو المتنفس وهو المهرب من البيت وشريكة الحياة تصبح بالنسبة للزوج أو هو يصبح بالنسبة لها ملل زهق جفاء فطور يا ترى السبب إن أنت مش متجدد أو إن أنت من الزوجة مش متجددة يا ترى السبب إن إحنا مفهمناش بعض في أسباب كتير الحقيقة أولها من الأسباب اللي تؤدي للفطور قبل الزواج سبب سابق واحد هيقول لي من اللي بيسمعني أو زوجها من اللي بيسمعوني إزاي يبقى فيه فطور وملل يكون السبب قبل الزواج آه سوء لاختيار لما تختار شريك حياتك أنت المرأة أو الرجل اختيار سيء عشوائي آه بتفاجأ بعد الزواج إنك قاعد قدام شخص غريب مرة تعرف واحدة بتقول لي من يومين أنا ابن عمي دوت متربين مع بعض الحد مكبر لو دخلنا الجامعة وجوزونا البعض وإحنا واحد وعشرين سنة نعرف بعض لكن لما تقفل علينا باب واحد فجئت بشخص تاني حياة تانية الا اي من نوم شافتوا على حياته طريقة كلامه اسلوبه العصبية بتاعته يعني ترى ما لم تره من قبل أن يغلق عليها باب واحد معاه خلي بالكو اختيار شريك الحياة أو سوء الاختيار يؤدي إلى أن انت هتعاني من ملل وزهق مع إنسان انت ما فهمتوش احنا لما بنقعد مع بعض مع الأسف بنتكلم في أيام الخطوبة في كلام فارغ كلام فارغ اللبس والأكل ومش عارف ايه والدراسة أنا عايزك تتكلم في العمق تعرف مين هي دي اللي هتكون مراتك وقم عيالك لازم نتكلم في القضايا نطمئن بيها واحدة هتقول لي طب أعرف إزاي ولا أنا أعرف إزاي إن حرمتي دي هي اللي مش أمل معها لو عشت عشرين سنة زي سيدنا النبي ما كان بيحب زوجاته الله صلى الله عليه وسلم وما كانش في ملل في حياتهم أبدا أعرفها إزاي إذا كان إنسان إذا الزوجة أو الزوجة إنسان قابل للتغيير اعرف مش هيكون في ملل في حياتك معاه يعني قابل للتغيير إنسان يتكيف مع الوضع إنسان لو فيه عيب وعنده استعداد يغيره ده مش يتمل معاه أما العناد أو الشخص العنيد أكبر سبب من أسباب وجود الملل في الحياة الزوجة والفطور تقول لنا أنا زهقت من عنادك ورسك النشفة كل حاجة أنت عايز رأيك وكلامك عناد بيؤدي لفطور وملل وزاء من شريك الحياة وقابل ما أكمل أسباب الفطور والملل في حياة الأزواج معنا اتصال بيقول لنا المخرج العظيم الأستاذ محمود اللي أنا بحبه في الله وبحبه كل فريع العمل معنا اتصال مين يا أستاذ محمود لأخت فاطمة أبو ظبي السلام عليكم أخت فاطمة أهلا بساعتك أهلا بيك استكلنا ورتي برنامجنا والله أنا سعيدة بسماعة صوتك والبرنامج الجميل هذا الصراحة اللي ينعشنا ويجدد الحياة بالصراحة يا رب يا رب هذا كلام جميل ونفخر به والله من جمهورنا وأنت لك جميل كبير علينا يعني أنا ما أذكر هذا الشي وأحب أني أقوله جدام العالم كلها يعني أنت ما تعطينا مجال أني أشكرك أصلا يعني الله يعزك يا رب الله يعزك يا رب أنت سويت فينا خير من زمان يعني ما شاء الله عليك موجة بني أكرمك بني أكرمك أستاذ فاطمة حقيقة إحنا بنتكلم النهاردة في مساعدتنا على الاهتمام بالأزواج بني تقبل بني تقبل أستاذ فاطمة أستاذ فاطمة بنتكلم النهاردة عن موضوع الفطور والملل وأنا أحب دائما أركز على الإيجابيات اللي هي يعني إعلاج ظاهرة الفطور والملل بين الأزواج من وجهة نظرك ولو بكلمة أو جملة بسيطة أنا والله في وجهة نظري يعني أتوقع أن الملل والفطور لأن الزوج إلا هي رغباتها الخاصة أيوة الزوج لرغباتها الخاصة فكل واحد منهم ما يشارك الثاني في رغباتها مثلا أيوة بأعطيك مثال بسيط أيوة مثلا مشاهدة المباراة مع الزوج في الحرمة تنكد عليه تقول له والله أنت قاعد تطالع المباراة وأنا ما أحب هذا وتبند أو تبدل أو شايفه هو عادي يعني يمد يد عليها آآ خلاص بتكبر السالفة أو يفتح باب المنزل ويخرج عند أصدقاء اللي يجد عندهم السعادة والراحة النفسية بالظبط فهذا الشيء يخليها يعني الشيء اللي هي سوته يخليه يهرب من البيت وروح يدور راحته عند حد ثاني إذن من ضمن أسباب أي حرمة أنها تشجع زوجها على الشيء اللي هو يحبه وتجعد معاه يتشاهد المباراة حسنتي نقطة مهمة جدا الأستاذة فاطمة قالتها وأثرتها أشكرك على تصالك يا أستاذة فاطمة من أبو ظبي فعلا حتة احترام رغبات الطرف الآخر حتة احترام وتقدير يعني ما يريده الطرف الآخر بتقضي على الملل والفطور أما لما أنا عايز أفرد رغباتي عليه ما يمشيش الكلام دوت في الحياة الزوجية معنى مين؟ أمال أمال الأخت أمال سلام عليكم أعطى الخط أعطى الخط أعود الاتصال تاني أخت أمال بكمل بقول إن من الأسباب برضو يا جماعة اللي بتقدل الملل الإهمال إن أهمل شريك الحياة أهمل بيتي أهمل في نفسي اللي بتهمل في لبسها وزينتها وتعطرها اللي بتهمل في تعلم فنون جذب الزوج وهو كمان نفس الحكاة أنا بتكلم عن الرجل والست الإهمال بيخلى حالة زوجها مملة بيزهق وهي بتمل بسرعة من الزوج كذلك لانشغال عن الطرف الآخر يعني يقعد على الجرنان يقعد على الموبايل يقعد يشوف التلفزيون بالساعات لانشغال وقت طويل عن زوجك أو انت عن زوجتك يؤدي لوقوع الملل والفطور تبقى عايزة تطفش ما تزعلش بقى لما تقعد الويك اند كله عند أهلها لأن انت مش موجود أو موجود ومش موجود فهمها انت انت أيوة بتبقى قاعد جسد لكن الروح مش موجودة مع الزوجة ولذلك عدم النقاش من أسباب الملل في الحياة الزوجية وقبل ما كمل الأسباب معي ابتسام من مصر سلام عليكم اخت ابتسام عليكم السلام عليكم وبركاته يا دكتور مرحب بك صديقة البرنامج لا يكريمك الله يكريمك اخت ابتسام بنتكلم عن الملل والفطور يا ترى في رسالة عندك تقدر يتقدميها الجمهور اللي بسمعنا يا أستاذ ابتسام الملل والفطور في حياة الزوجين نعم حضرتك يا دكتور الفطور ده في الحياة الزوجية بيجي من ضغوط الحياة على الإنسان ضغوط الحياة ضغوط المدية عدم التفاهم أحيانا وعدم التفاهم بالضبط بالضبط هو اللي بيجي من الفطور يعني لو فيه التفاهم فيه حب الفطور ده ببعنا يروح وتبقى الحياة كويسة تبقى الحياة كويسة إذن كمان مفروض نقولها رسالة من خلال كلامك يا أخت ابتسام أشكرك على اتصالك إنه مفروض أنت كزوج لو عندك ضغوط مدية وضغوط اقتصادية في حياتك ما تخلهاش يعني تحولك إلى حياة مملة مع زوجتك وتعامل بزهق وتعامل بعصبية لابد أن نفصل وبعدين على فكرة يعني أحب أقولكو دايما الرجل زي ما قاله العلماء يضع مشاكله في أدراج أما المرأة فتضع مشاكلها في كبت يعني دولاب كامل هي بتبقى بتتصرف بمشاعرها ممكن تبزع مع الولد ويجي الجزء بتكلمها فين الكرافطة موجودة في الدولاب روح هي منغمسة بابنها والابنها معاها مشكلة مع الطفل لكن الرجل أحيانا كتير قوي بيفصل بين البيت وبين مفروض نكون كده وبين مشاكله في الدوام وبين بيته معنا اتصال من الأخت سندس من رأس الخيمة سلام عليكم يا سندس وعليكم السلام أهلا بحضراتك يا أخت سندس نوارت برنامجنا وحلقتنا النهاردة على قناة الشرقية من كلبه أهلا بحضراتك احنا بنتكلم عن موضوع حساس النهاردة الفطور والملل اللي أصاب الأزواج وبقى في كده زهق عام في التعامل وجفى يا طارى من وجهة نظرك ايه السبب او ايه العلاق هو بداية كل العلاقة بيكونوا الاثنين محمسين كتير على حياة الزوجية وبيحلموا بكتير اشياء فيها تكون موجودة على أرض الواقع بس مشكلة الوقت بيعفوا يطبقوها ومع المسئوليات ومع الولاد بيتغير كل هالشي وبيقلب لفطور ولملل فأنا عن نفسي بفضل انه يمكن الغير الزايدة الخنقة الزايدة الروتين اللي بيمرسوه دايما نفس الغرفة نفس الأكل نفس الوقت الغداء نفس الطلعة هذا كله بيأثر على الحياة فمن المستحسن حتى يكون في سبيس بيناتهم يشتاقوا لبعض فيك مثلا عادي هو يسافر يغير جو يشتاق له يتركوا الولاد بالبات يروحوا لهم غرفة بقتال يستمت عليلي مع بعض حتى العلاقة بيناتهم يتغير الشكل من الأشكال بس مع الأسف لا بالعكس لما يصلوا لمرحلة بشعة بتبع مرحلة خطيرة ولذلك اللي قالوا لنا دايما كما درسنا في علم النفس أن الملل قد يؤدي أحيانا الانفصال إذا لم تحل المشكلة أشكر أستاذة هندوس على اتصالها من رأس الخيمة أنا بأكد على نقطة قالتها دلوقت الروتين الروتين في الحياة خلي بالك الروتين غير الملل الروتين هو تكرار الأشياء أما الملل هو شعور نفسي خلي بالك هنا يعني الروتين هو ده بيؤدي للملل أنت لازم تغير شوف قالت لك إيه اطلع في صفرها يا أخي يا جماعة الخير أكبر خطأ تعمليه بزوجك أنه عايزة تعدي 24 ساعة في البيت سيبيه يطلع لأصدقاء ومدام أصدقاء صلاحين أنا ما بكلمش عن الطريق العاوجة الأصدقاء الولعازوا بالله اللي هما بيغضوا في طريق مش حلو خليه يطلع مع أصدقاء يروح لأهل الوحد شوي وأنت كمان يعني من ضمن العلاج الصحة النفسية لمراتك أنها تبقى تقعد مع قاربتها تقعد مع صدقاتها خليها شوية عشان تشتاقوا البعض عشان نقصر حجز الملل ومعنا اتصال من الأخت أمم محمد من دبي سلام عليكم أخت أمم محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحب مرحب بالصديقة الدائمة بقى لنا شهر معاك ومحمد ست الفاضلة صاحبة العلم والخبرة يعني أنت مفروض تعمل لك برنامج أمم الحقيقة على الكلام الطيب اللي دايما بنستفيد به الملل والفطور أمم محمد إرأيك فيه الله يعافيك للقضاء على الملل في طرق وايدة مثلا الزوج يواعد زوج تبرع البيت مثلا إيبلها هدية من غير المناسبة كذلك الزوجة تيب لزوجها الهدايا في أوقات غير مناسبة المناسبات يعزمون أهالي بعض يفاجئون بعض أنا أعزم والدت أو أعزم والدت على العاشة أو أعزم عائلتت كلها برع يمين مثل هذه الأشياء تخضي على الملل وتقرب بين الأزواج تمام أنا معتقادي أن التفاهم في المقام الأول الذي يكون بين الزوجين هو أكبر حاجة للقضاء على الملل صح صح يدعبون بعض في قصة في موقف بين فترة وفترة يفتحون ألبوم شهر العسل بين فترة وفترة يفتحون ألبوم الزواج بين فترة وفترة يفتحون ألبوم الخطوبة إن وجد يا سلام يتكلمون في أيام زمان إذا كان زواجة عن طريق الحب كيف تلقى وكيف هذا وكيف كلم أهله كيف كلمت أهلها هل أمور كلها ممكن تخطي تغير الدم تغير الدم تغير الدم الحياة زوجية ممكن هذا بالضبط بالضبط فعلا كلامك في الصميم وبلقط منك سبحان الله كلمة بتفكرني بالحبيب عليه الصلاة والسلام أشكر محمد على اتصالها من دبي النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام مخرجنا ضغط علي بس برضو هقول الحديث ده يا سيد محمود النبي يا جماعة ضرب أعظم المثل في كسر الفطور في الحياة الزوجية تخيله بص الأخت بتقول حكي القصص النبي كان بيحكي القصص لزوجاته فاكرين سيدة عيشها لما عاد معه بيحكي له قصة أم زرع وأبو زرع لما كانوا النبي بيحكي دخلت عليها عشر من النساء ديت بتكلم بتقول جزي عشانك إن أتكلم أطلق وإن أسكت أعلق ودي تحكي عن جزها صفاته ودي تحكي والنبي في آخر القصة الجميلة قالت له قالها وأنا لكي مثل أبو زرع الأم زرع إلا أنني لا أطلقكي صلى الله عليه وسلم الحكي والقصص حتى مع الولاد يكسر الملل في الحزوجي أقول لكم كمان من سنة النبي بس أخذ اتصال من الأخت دعاء من دبي السلام عليكم أخت دعاء فصل الخط حلوة سامحونا سامحونا عاودي تاني أخت دعاء في ضغطة صلاة مخرج ده بيقول لي النبي امتلقت حياته بكسر الفطور والملل في الحزوجي كان يصابك السيدة عيشة يا جماعة هي دي المنوع عليها النهاردة في علم النفس والتربية النفسية أطلع أتنزه مع زوجتي أطلع أسافر معها أخرج كان يحط السيدة عيشة على كتفه تقف كده وتبص على الحبشة أو يلعبوا الألعاب زي الأيام دي يسمونها الجنباز أو الألعاب البالوانية يعني بتتفرج وتستمتع بهذه المشاهد الرياضية زي الدورات الرياضية اللي بتعمل النهاردة كان بيكسر الملل عليه الصلاة والسلام أنه كان يسمح لزوجته تقعد بها صديقاتها آه والله يا جماعة فاكرين لما النبي بتقول له أنت رايح تودي الهدايا للمين يا رسول الله يا سيدة عيشة فقال لها إنهن صويحبات خديجة البيوت اللي جنبنا دول كانوا صديقات خديجة يعني السيدة خديجة اللي لها صديقات آه والسيدة عيشة اللي لها صديقات آه قال لا ما ننغلقش على بعض الحياة عايزة تجدد النبي صلى الله عليه وسلم كسر الملل في الحياة الزوجية بأنه يعني أنا النهاردة كنت أقولها في المحاضرات يا أخي مرة أنت أعمل الأكل ومرة تخليها تعمل الأكل مرة يا أخي اخسل طبقين إيه المشكلة يعني أنت في المطبق واحد بيقول لي كيف أعمل أهو أنا الراجل يا عم أنت الراجل سيدك النبي صلى الله عليه وسيدي وسيد العالمين كان يعمل في مهنة أهله ليه النبي بيعمل في مهنة أهله ويعمل في مهنة أهله ممكن يكنس عليه الصلاة والسلام. ممكن ينظف سيابه. ليه؟ عشان يكسر الملل. يشيل عنها شوية. الحزة وجاءة يمشي بكده. ومعنا اتصال من أبو ظابي. الأخت أمو عبد الله. السلام عليكم أمو عبد الله. وعليكم السلام. مرحب السلام. مرحب. مرحب. مرحب بأختنا أمو عبد الله في برنامجنا الاجتماعي عن الملل والفطور النهاردة. عشان تستمر الحياة. عايزين نكسر الملل. موجة نظرك يا أمو عبد الله. إزاي نكسر الملل بين الأزواج؟ الملل أستاذي لازم يكون من قسم بين الزوجة والزوجة. أيوة. الاتنين يتعاونوا في كسره. أيوة. أيوة. في حال كان الزوج مشغول تمسك الزوجة الملل هذا. تحاول تطلع الأولاد. تمشيهم. تغير دي كرات البيت. تغير الألوان. تغير أي شيء. الله عليك. الله عليك. يعني مش نفس البرفان. مش نفس اللبس. مش نفس الكنبة. بقى لعشر سنين. مش نفس البرفان. مش نفس براء سبع الشرير أفوان. أحسنتي. تكسر الملل في أي شيء. الله يكرمك. لكن إذا حسد الزوج تارك المسؤولية هذه كاملة مية في المية على الزوجة. بتهمل هي كمان. يحصل مش ملل. يحصل فتور. ويحصل براء. ويحصل كل شيء. بالضبط. أحسنتي يا أمو عبد الله. لازم يكون في تعادل بين الزوجين. أشكري. المسؤولية في الملل هذا. حتى لو كان ثلاثين في المية. كلمة. من الزوج. كلمة. وسبعين في المية من الزوجة. آه. ممتاز يا أمو عبد الله. إذن أمو عبد الله. أشكرك يا أمو عبد الله على اتصالك. عطتنا رسالة خطيرة جدا. أهم من الحلقة. إنه كسر الملل والفطور بيعتمد على الطرفين. وقبل ما أكمل الحتة دي معنا يا أستاذ جمعة من الأين. سلام عليكم أستاذ جمعة. مرحبا مرحبا والله سلام عليكم. لو غالا نورت برنامجنا يا أستاذ جمعة. من أهل الله. أهلا بيك أستاذ جمعة بارك الله فيك. يا مرحبا يا مرحبا والله. أستاذ جمعة يا ترى وجت نظرك كيف نكسر الملل في حياتنا كأزواج كأسرة. أو السبب إيه؟ السبب إيه في الملل اللي صاب بعض الأسر. إذا كنت سمعني ولا الخط أعطى أبو عبد الله. قالوا أستاذ جمعة. عندك 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 نعم نعم أسمعك. شو سبب الملل اللي صار والجافة كده بين المتزوجين وبين الأبناء. بعد السنة كانوا قبل الزواج يعني يتكلموا ويسولفوا ورود وشوكولاتات طالعة وعذاب. بعد الزواج صارت العملية يقعدوا بالأربع ساعات. يعني هو في ناحية وهي في ناحية. ليش من وجهة نظرك؟ أستاذ جمعة. أستاذ جمعة. أستاذ صراحة. ها. في الوقت هذا معنا المجتمع يعني تغير شكلا شكلا يعني. صحيح. صقاقات ودخل علينا وعدات وتقاليد تغيرت. نعم 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 نعم. مع الأسف. والأساس هو يعني أساس أنه أكثر شيء. أكثر شيء المجتمع. العائلة. العائلة. البين لازم تطلع برا سافر. لازم تسافر. وإذا العائلة ما طلعت الخاصة لعيال. أيوه. الخاصة لعيال. صحيح. إذا العيال ما طلعوا. أتحصرهم بالعصبين. ويعصب الحرمة. ويثيو. يعني. زهج. ملل. نعم. صحيح. 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 أشكر أخونا جمعة من العين على هذا الترح على المدخلة الجميلة. بيقولك لازم يكون في صفر. طيب إذا زروفي ما تسمح. أنا وقلبان على قد رطبي تلات تلاف درهم. أخي طلع حديقة يا أخي من غير فلوس. يا أما الدولة الحمد لله موفرة. حضائق أطلع بعيالي أتنزى. يا جماعة كسروا الملل. لأنه ده بيجيب أمراض نفسية. خدوا بالكم. ملل. زائد عدم وازع ديني. يؤدي إلى ضعف نفسي وبشري. والضعف النفسي والبشري يؤدي القيانة. ثم الطلاق. ولا يزو بالله. شفتوا المعادلة خطيرة إزاي. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كسر الملل في حياته الزوجية. وكنت لما أقرأ أتعجب أتعجب والله. سيدنا النبي ما سابش حاجة إلا ودل أصحابه عليها. إلا ودلنا عليها أن احنا نجعل بها حياتنا الزوجية خالية من الفطور. وطبعا في الأول وفي الآخر حياة النبي والصحابة ما كانتش فيها فطور. لأنه كانوا بيعرفوا يملؤ أوقات فراغهم إزاي. وما كانش في وقت فراغ. قل إن صلاتي ونسقي ومحياي يوم ماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. أحبتي نذهب إلى فاصل ثم نواصل. فانتظرونا. شكرا.